مر عاماً تقريباً على انطلاق حركة تنتج إثيوبيا أو إثيوبيا تامريت وتتمثل أهداف الحركة في حل معوقات الصناعة التحولية من خلال التنسيق لزيادة التنمية المستدامة والقدرة التنافسية للصناعة التحولية وتمكين القطاع من المساهمة في التحول الهيكلية الاقتصادي عقدة مناقة شفية ديس أبابا ركزت على دور اللجان الكتلة الفيدرالية في جال حركة تنتج إثيوبيا فعالة من خلال استكشاف رحلة الحركة ودور أصحاب المصلح قال مستشار الوزير ومنسق مكتب الحركة أصفاو أبيبي أن تنتج إثيوبيا لديها أربع كتلة لحل مشاكل القطاع من خلال التنسيق أولاً هو مجموعة التمويل والجمارك وهذه الكتلة هي ما نتوقعه من نقص التمويل حتى لا تتأخر عملية صناعتنا بسبب الجمارك بحيث يمكن لمؤسسات المالية ذات الصلة أن تناقش في نفس الجدول لحل هذه المشاكل وهذا يعني أن هناك وزير مالية هناك جمارك هناك بنوك وثانياً هو لجنة مجموعة الموارد والبنية التحتية عندما نقول هذا هناك مدخلات نحتاجها من الزراعة والصناعة التحويلية وهناك مدخلات من الخارج أيضاً ومواد خام وتقنيات عندما نقول البنية التحتية وهناك طرق ومياه وإمدادات الطاقة وثالثاً هو دور المستثمر الخاص أو المؤسسات التي يمكن أن تدعم الاستثمار يمكن تنظيمها معاً ليتم إنشاء كتلة رابعاً وهو أهم شيء هي لجنة مجموعة المهارات والبحوث التي تضم العديد من الأشياء ويجب حل المشكلات الصناعية على أساس هذا البحث ومن بين التجمعات المنظمة وافق المشاركون الذين جاءوا نيابة على المجمعات المالية والتدريبية والبحثية على أهمية التنسيق وعلنوا كذلك استعدادهم لتنفيذها إحدى المجموعات التي أقودها خاصة في مجال الجمارك والتمويل بشكل رئيسي وعملية التنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بتوريد التمويل وهذا يعمل بشكل أساسي مع البنوك ووزير المالية والبنك الوطني والبنوك الأخرى يجب أن يكون هناك نظام الإدارة في كل صناعة وأن يدار النظام من قبل شخص ماهر ويجب أن نعلم ما هو مقياسهم الإداري كيف معرفة الصناعية يجب أن ينظر إليها بشدة ومن الضروري العمل من أجل تحقيق النتائج جيدا في كل صناعة لذلك هذا هو ما يتم النظر فيه في مستوى الصناعة وإذا تم هذا يمكننا تحقيق نتائج جيدة قال وزير الصناعة السيد ملاكو اللبل ليجاد حلول مستدامة في الاقتصاد فيجب على جميع صحاب المصلحة العمل معا في قطاع التصنيع لا يمكن جعل الصناعة التحويلية فعالة بدون الخدمات اللوجستية والكهرباء والمدخلات والأراضي والقوة العاملة الماهرة والتمويل فقط عندما ننفذها بالكامل يمكننا خلق بيئة مواتية للصناعة التحويلية ويمكننا دفع القطاع إلى الأمام لا ننسى توقعات 2015 الصادرة عن وزير التخطيط الأخير بأن الاقتصاد الأسيوبي سينمو بنسبة 7.5 في عام 2015 وخاصة ستنمو الصناعة التحويلية بنسبة 10.6 وهذا ليس نموا سهلا نظرا لأنه من المتوقع أن ينمو القطاع الذي أظهر نموا بنسبة 10.6% هذا العام فمن المفترض أنه ستكون هناك أشياء يمكننا القيام بها معا والعمل معا لتحقيق التصنيع الذي يمكن أن يحقق رؤية أثيوبيا المستقبلية